أهلا بحضراتكم طبعا فرقة المرعشلي فرقة عريقة في تاريخها وغنية بعطائها أصيلة في فنها اللي بتقدمه في منهجها اللي بتخطو عليه تأسست في دمشق سنة 1980 بإشراف المنشد الشيخ عبدالقادر المرعشلي اللي مشرفنا النهاردة برحب بحضرتك أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيبة فندموا الفرقة كلها طيبة طبعا الفرقة بتجيد الكثير من الألوان الإنشادية المدائح، الابتهالات الدينية، الموشحات الأندوليسية والصوفية الألوان التركية والمصرية والعراقية والمغربية والخليجية كمان من ضمن اللي بتقدمه وكله في الإطار الديني والصوفي الملتزم معاهم طبعا الألات الإقاعية الجميلة اللي احنا شايفنا ونتعرف عليها دلوقتي لاني شايفة كده ألات جديدة وفي الحقيقة انهم بيقدموا كل ده بشكل ملتزم وسهموا في الكثير من المهرجانات الإنشادية العالمية وفي دور الأوبرا المصرية وغيرها وعرض لهم طبعا الكليبات واللوحات الإنشادية الكثيرة في قنوات فضائية ومواقع إلكترونية ضمن احتفليات دينية زي المولد النبا والشريف كل سنة وحضراتكم طيبين زي ما احنا بنحتفل النهاردة معاهم ومع حضراتكم بالفن اللي هيقدموه لنا وهذا الفن الجديد المختلف اللي هنتسمعوا معاهم واللي بيأتي في إطار أيضا التواشيح والأناشيد الدينية الفرقة طبعا استقرت في القاهرة وبتمارس نشاطاتها في عدة مدن داخل وخارج مصر واتميزت بتوحيد العمل الجماعي وأكتر حاجة مميزة لفرقة فرقة المرعاشة إنها فرقة عائلية ضمت الأب وضمت الأولاد شيء جميل الأجيال يعني بتتوارث هذا الفن معظمهم خرجين مدارس ومعاهد موسيقية ومدرسين لعلوم المقامات الموسيقية الصوتية وطبعا اشتهرت بإنشاد قصائد مجالس الذكر وإنشاد الدمشقيين الكبار أمثال المرحوم توفيق المنجد ومسلم البيطار وآخرين أول من أدخل الإقاع المعاصر للإنشاد بما لا يخالف الأداب المتعارف عليها بفن الإنشاد ومحبي هذا الفن كل ده بيتقدم من خلال فرقة المرعاشة بسبغ دمشقية لا تخطئها القلوب قبل الآذان فرقة الرضوان قلب سوريا النابض أهلا بحضراتكم أهلا وسهلا بيس سعداء بوجودكم وعايزة أستثمر كل الوقت بإن أسمع الحاجات الجميلة الحلوة اللي بتقدموها وهتختارولنا إيه دلوقتي هنعمل شيء عن المولاد إن شاء الله أول شيء أنا حابب أشكرك على هذه المقدمة يعني مقدمة لا أعرف لا بتشكرنا على إيه دا حقكم وكلها يعني إنجازاتكم في تاريخكم الفن نحن هنعمل شيء عن المولاد مدتها تقريبا شيء عشر دقايق إن شاء الله إن شاء الله وكل سنة وكلنا طيبين وكلنا بخير ذكرى نبوية عاطرة جميلة محتاجين نستفيد من كل اللي فيها ومن كل القيم والأخلاقيات لهذه السيرة النبوية قبل ما تبدأوا أعيز أعرف حضراتكم بأسماءكم قبل ما نبدأ ونستمتع معاكم باللي حتقدموه محمد عيد أحلان يا محمد محمد ياسين وشيخ عبدالقادر المرعشلي طبعا أهلا بحضرتك فندم ومحمد صفوان ومحمد نذير أهلا بكم الإخوات التلاتة إخوات ونذير قريب تمام معينا كمان أستاذ محمد رضا وأستاذ لؤاي أستاذ محمد بقل وأستاذ بشير المدني أهلا بحضراتكم